السلام عليكم تصريح نازل الاردوران بيقول انه لن يسمح لأي حد على الارض التركية انه يجوع او يظلم او يتعرض لمعاملة سيئة انا بقى مش هجبلكم فيديوهات ولا اقول لكم شوفوا الناس اللي نايمة على القصيف ولا هجبلكم الناس اللي بتقول ان هي مش لقية يتاكل مش هنجيب فيديوهات بس حنعرض حالتين ياريت نفهم منهم ايه اللي بيحصل بسه التصريحات دي حلوة قوي وجميلة وبراقة والناس اللي بتحبه اردوران وبتأيده وشايفانه هو النموذج وهو القائد وهو الملهم وهو خاقان البر والبحر خلاص هو خد التصريح ده ويحلزق في وش اي واحد من معارضين اردوران ويقول له بص الرئيس اردوران بيقول اردوران بيقول مش هيسمح بالظلم ولا بالجوع ولا بالاهانة لأي حد على الارض التركية خدوا بالكم اردوران بيتكلم لأي حد على الارض التركية سواء موجود في سياحة او سواء موجود كلاجئ هو محددش وقال ان الكلام ده بس موجه للأتراك او بيشمل الأتراك وبس بغم من الأتراك اكتر من 40% منهم عشتهم دنك بس مش مشكلة مش ده موضوعنا موضوعنا بقى حاجة تانية اذا كان اردوران لا يسمح لحد على الارض التركية ان هو يجوع او يهان امال ليه في ملايين الأتراك سايبين بلدهم وقاعدين في ألمانيا على كلام اردوران انه هي دي مبتغى اي انسان انا نفسي اقعد في مكان ولا جوع ولا اهان ولا تساء معاملات اذا انا وصلت للمكان ده في دولة تركية يبقى انا استحالة حسبها دي بالنسبة لي حتبقى الجنة المنشودة خلاص مش كده ولا انا غلطان ليه بقى في ملايين الأتراك سايبين تركيا وعايشين في ألمانيا بلاش دول ليه بقى في مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ما بيصدقوا ان تجلهم فرصة علشان يهربوا من تركيا ويدخلوا على أوروبا بغم حاجة انه هو لما يوح أوروبا هو مش ضامن ولا يشتغل ولا يلاقي مكان ينام فيه ولا يلاقي أكل يكل هو لما بيقرر انه يهرب لأوروبا فهو بيقرر انه يهرب للمجهول معنى كده انه العيش اللي هو عايشها في تركيا زفت وطين وازاي ما أردوران بيقول خالص يبقى احنا عندنا تصريحات أردورانية موجهة للفئة المغيبة اللي بيتتبعه علشان تقولوا آه هو ده خاقان البر والبحر هو ده زعمنا المفادة بينما على أرض الواقع التصريحات دي والكلام ده ما هو إلا عن تاريات ملهاش أي أساس أبدا على الأرض على الأرض الدنيا زفت وطين اللي رسعرها عمال يونط والبطالة بتزيد والتدخم بيزيد وكمان مع انتشار فيروس كورونا السريع جدا في دولة تركيا اللي كشف وفضح النظام الصحي اللي في تركيا اللي كانوا بيقولوا قبل ما يعلنوا عن أول حالة ان احنا اتخذنا من الإجراءات والتدابير ما تمنع دخول الفيروس لتركيا اهو الفيروس دخل وعمال بيتزايد وبيتكاثر بأعداد رهيبة كل يوم وانت ولا حس ولا خبر فعلى مستوى التصريحات التركية دايما تصريحات جميلة وبراقة خاصة الموجهة للعرب والموجهة لمؤيدين أردوران من العرب بينما على أرض الواقع الدنيا بتختلف تماما بس المشكلة ان احنا عمدينا ناس بتاخد بالتصريحة وما بتشغل شموخها ولا بتشغل عقلها الأسبوع اللي قبل اللي فات بس لما تركيا قالت ان هي حتفتح حدودها مع اليونان فتح حدود من طرف واحد أكتر من 76 ألف سوري عبروا الحدود التركية باتجاه اليونان جدا من الجالب اليوناني لأن فتح الحدود من الجانب التركي ما كانش بالتنسيق معاهم كان نظام غمي بالا وغمي جدا فلو الناس دي كانوا عايشين في تركيا مرتاحينوا وبياكلوا وبيشربوا ومعاملتهم كويزة كانوش فكروا ان هم يروحوا بلد تاني أنا هنا ما جبت لكش فيديوهات لناس بتتكلم بس لو عايز أجيب لك مش حزع عليك والله إلا جيب لك شوية فيديوهات عن ناس بتتكلم من جوة تركيا ذات نفسها أسابكم مع الفيديوهات وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام عدد من الأتراك بمهاجمة وتخريب محلات يملكها سوريون في أحد الأحياء الشعبية في إسطنبول أحمد حلاق سوري وثق ما حدث بهاتفه تلم هذه الجدة أحفادها في حجرها تمنحهم سعادة مفقودة لتنسيهم أو جاع اللجوء في عيدهم الرابع خارج سوريا بما أننا نتابع الوجع السوري مئات بل ربما آلاف السوريين قابلت هذا الكهل وهذه شيبة تنين مقابلتين في إسطنبول الذي ينام مع مئات سوريين في أكسرايا وفي مناطق أخرى في إسطنبول على الأرصفة والطرقات وينتظروا الـ 12 بالليل ربما ليأكلوا ما ترميه المطاعم على حويات القمامة من فتاة للأسف نتابعها أبو اسماعيل أنت بتنام بالشارع هون؟ أي يعني صلنا زماعة الحالة المشكلة بتركيا فيه شغل بس بتروب تشتغل ما بيعطيك إجراء أول شي الشك ولا غير الله مذلة أي أول شي داني شي يعني أنه من جينا نجينا مشانا بودعة ترقية أعنا بشر من نحايا والات يعطونا بلاجئ لا حمامات لا تواليتات لا مية لك بلا أكل بلا أشرب بلا أخي ما بدنا شي خالص أحنا بس بدينا مفت إيش بشار لك أحنا بشار معنا حلوانات وهذا الفيديو يا بس وقدت لك الشك ولا غير الله مذلة يا عبدو قام إن شاء الله إذا أنت مسلم وتعب الإسلام وإن الإسلام الإسلام وإنه يجين المسلمين لا طهالة لا عبادة لا صلاة شروع العيشة هاي هؤلاء مجموعة من الشباب السوريين يفترشون ساحة هذا المسجد في مدينة أنطاكيا التركية يقولون إنهم هربوا من الحرب الدائرة في بلادهم وقصدوا هذه المدينة بحثا عن عمل يقتاتون منه وليست المساجد وحدها مأوى أولئك الفقراء القادمين من سوريا بل إن الحدائق العامة في أنطاكيا وبعض المدن التركية الأخرى القريبة من الحدود السورية باتت مأوى لهم ليس أمام هذه الطفلة الكثير من وسائل المساعدة لتعيش بصورة طبيعية فنور عائلتها فراء إلى تركيا قبل سنوات بعد استهداف منزلهما في حلب ببرميل متفجر إلا أن ما يصل هذه العائلة من عون لا يكفي لسد متطلبات الحياة والله أكثر شيء محتاجي للتعليم بناتي وأطراف أنا عندي أهمية من الأكل والشرب ممكن أنا مجوعاني بس أأمل دراسي وأطراف تريحون يعني إذا كانت لقمي بنتي عم تتوجع بالطراف إيش أستفدت أنا؟ والله بيعلم هذا المبلغ دخل هذه البتاقة هو 30 دولار شهريا لكل شخص لا يغطي أكثر من 30% من نسبة اللاجئين الذين يتواجدون في تركيا خيارات قليلة تلك التي كانت أمام عبد الإله بعد خروجه القصري من مدينة حلب السورية أحدها كان اللجوء بعائلته إلى تركيا أمله في إيجاد عمل يوفر القوت لأسرته قاده إلى العاصمة أنقرة ليفاجأ بأن خياراته باتت أضيقة مما كان يأمل إذ لا تسمح القوانين المحلية بعمل الأجانب دون عقود رسمية ليبقى له أمل في الدعاء ومدفأة قل محتضنت نارا في ليالي المدينة الباردة جينا من حلب لأنه في قصف شديد بالبراميل وطلعنا معي 31 شخص طلعنا على منطقة جنوبية في تركيا ما في شغل فاخترنا أنقرة وجينا على أنقرة وحاولنا نشتغل ما لأينا شغل ففتحنا تالي دكان صغيرة شي نعيش منه وجهت تشمعية المحل بيرم يحتل اعرف الوصول عندي انا بدنا ودعا تلكية بدنا نعيش بشر خيم اضلا نحن معنا دجاج هذا المداجن هذا مداجن هذا موت مع بشر هذا هذا مخيمات بشر هذا تحطيني اردوغان انت مهم مسلم وانا الاسلام وان ملك السعودية وانا امراض دول العرب اصاس اصدقاء سورية هنا اصدقاء سورية لعمتم في سوريا انتم زبحتونا جارتونا عزيز انهزمنا من داعش وانهزمنا من فنان وانعلان واخر شي جنات وانهينا حلم عننا يا اخي وفوتونا من شان الله من شان الله فوتونا ما دك دهت الحاج